وخليني قبل بس ما أتكلم على مطش بكرة إزاي شايف يعني تقييمك لفترة الفترة تولى فيها مستر مارسيل كولر المسؤولية شايف ساعات الأهلي عموما للموسم الجديد مش بس المطش بكرة إزاي شايف صفقات الأهلي اللي دعمت بها قدرت نديل أهلي صفوفه إزاي ودورها ايه في بداية المشوار بكرة إن شاء الله طيب دي أسئلة كتير تقييم عمل المرحلة كده كابتن ماجد طيب مبدئيا مستر مارسيل كولر مش هنقدر نتكلم على أي حاجة من نواح الفنية أي لأننا لست متفرجناش أو مشوفناش إنما التصريحات اللي كان اللي بتخرج وتصدر عنه كلها تصريحات تنم عن راجل عنده قدرات عالية أي وقدرات زهنية وفنية كبيرة جدا خاصة في تعامله في الطريق الطرح للاختيار ومواصفات اللي عاوزها في البوزيشن أو في اللعيبة في المراكز المعينة اللي بيبعاوزها يعني لما يتكلم على راس حربة عاوز راس حربة مهاجم يكون سريع جدا ويكون آخر سنتين بدون إصابات عنيفة ومشاركات كبيرة وبنسب تهديف مقبولة دي بتوريك راجل بيفكر من واسع ما عندهش حدود دايقة لأن المواصفات اللي بتتقال دي دي هتوسع لللي بيخطار ونفاوض المجال مش بيزنقوا ويحصروا في أسماء معينة وده شيء أعتقد ينم عن أنه راجل عنده خبرات جيدة جدا زائد عنده ثقة في النفس بشكل كبير جدا لما يجي يقولك أنه مش بالضرورة يكون جايب أهداف بالنسبة عالي قوي إنه بالنسبة مقبولة ده دليل على أنه عنده ثقة في قدراته هو ككوتش أنه هيتور منه في طريقة شغله أو بالنسبة لطريقة اللعبة بتاعته أو في تطوير القدرات اللعبة العمومة هل تعتقد أنه الفترة اللي فاتت دي اللي تخلى لها ثلاث مباريات ودية كافية لأنه الهيد كوتش يقدر يقرأ إمكانيات اللعبة يعرف إزاي يوظفهم يعرف إيه نقاط القوة ونقاط الضعف يعني يمسك القوميشة اللي معي يقدر يبقى مالك أدواته بشكل كامل ولا تحتاج وقت واحتاج مشاركة المطشات رسمية قطعا لسه قطعا لسه إنما هو بياخد صورة أو بياخد إيكونة كده عامة إنه التيم بتاعنا ده مثلا بيتميز بالنواح المهرية عنده هيحط إيده على بعض النقاط الضعف اللي هي مثلا النواح البدنية عندنا مش مزبوطة هو أكلم فيها دي صور العامة اللي يقدر يبصلها إنما القدرات بتاعت اللعبة هتظهر له أسبوع بعد أسبوع يعني ممكن يكون شايف النهاردة مجدي يلعب في الحتة البوزيشن ده ومع الوقت يشوف إن مجدي يقدر يلعب في الحتة البوزيشن التاني فدي أكيد بتاخد وقت إنما ثلاث ماتشات أو فترة العمومة اللي هي الشهر دي غير كافية إنما هتديله زي ما قلتلك صورة عامة بإن التيم اللي معايا طبعا هو أكيد عارف مين الناد الأهلي قبل ما ييجي إنما دي هتديله صورة عامة بقى للوضع العام بتعتيم اللي هو شغال فيه من زي ما قلتلك بوضع إيده على النقاط الضعف الموجودة اللي لازم يقويها وأعتقد أنه بدأ يتكلم فيها وأنا عندي بعض المعلومات اللي هو أتكلم مع الناس على التحديد بيعيزه مش كل حاجة هتتقال في الميديا أنا بتهالي كمان أنه من حصنا حظينا أنه الموسم ده متأسم بالشكل ده يعني مفترض أنه بالمناسبة هو بكرة هتكون برضو قرعة الدوري قرعة مفتوحة مش موجهة ومفترض أنه بعدها بأربع أو خمس يام هيتم الإعلان عن جدول الدوري لكن أعصد أقول أنه من هنا لغاية الميركات والشتوي من هنا لغاية يناير فترة أوليلة هيكون فيها بطولة كاس العالم فالمسابقات في معظم أنحاء العالم ممكن هتكمل عندنا فيه توقع أو اقتراح أنه الدوري يكامل عندنا هتلاح فيه تلات مطشاط أثناء فترة الكاس العالم بس معظم البطولات في العالم هتبقى وقفة في التوقيت ده فبالتالي هيبقى عندك فترة أوليلة جدا بس لغاية يناير عشان تبتدي واحد يكون هو أرى اللعيبة بشكل كبير وأعتقد دي هتكون فترة كافية اتنين تقدر تحدد احتياجاتك تلاتة هيبقى التوقيت مناسب لنسوء انتقالات على العالم كله هو قال كده هو نفسه قال كده الكلام ده قالك أننا مش محتاجين أننا نستعجل أو نتعجل في أننا نختار دلوقتي في خلال الأيام القليلة اللي باقية حد عشان نجيبه يشتغل مش بالضرورة خالص ما نعملش هدك للنفسينا وندور براحتنا على أساس على يناير نكون جبنة اللي احنا عاوزينه بالضبط ده دليل على أنه مبدئيا راضي بالتين كتين مبدئيا راضي بالقصة اللي موجود فيها كلها عنده ساتسفاكشن باللي شايفه عنده تفاقل بالفترة اللي جاية والسوسرين عموما زي الساعة منظمين من الشعوب كمان المتفاق تفاقل جدا يعني ما تيجي تتكلم مع أي حد مثل صحابي يعني أعرفهم يعني في عز الصعوبات ما تلاقيهوش مشتكي عنده دايما تفاقل أنه في حلول وأنه في عشان عنده دايما عشان عنده دايما فكرة الشغل لا هو كمان يعني كان ملفت بالنسبة لي وأنا بأتابع الترشيحات أو المفاوضات مع مرسائي الكولر أنت عاف حكس وسوسرا مش داولة من الدول الكبيرة في أوروبا في كرة القدر فكان بالنسبة لي ملفت جدا أنه مدرب سويسري يطلع يشتغل في ألمانيا يلعب في البونزليجا يدرب فرقتين في البونزليجا وبعد كده يروح يدرب منتخب النمسا ويلعب بطولة شامبيونز ليج ويلعب بطولة ويصل لمنتخب النمسا اليورو فإنه دا يحصل من مدرب سويسري دا معنا نحن قدام كفاءة قدام قدرات برضو محترمة جدا السويسرين ككورة كتيم كتيم زي يعني ما عندهمش حاجات كبيرة في الكورة كانوا شغلوهم في ألمانيا لأنهم قريبين جدا من ألمانيا ففي منهم كتير لعب في ألمانيا فهم دول اللي ما بيكملوا في الكورة بيختاروا التدريب وبيشتغلوا بيبقوا حاجة كويسة وعلمة كويسة يعني أوتمر هيتسفيلد برمز التدريب في ألمانيا كان معظم شغل في سويسرا فالمدرسة السويسرية كتدريب لأنها قريبة جدا من المدرسة الألمانية بتعتمد على الانضباط والأداء الجماعي التكتيكي المنظر اشتركوا في القناة